مرحبا بكم في قناة تحفة يوب كذلك ابن الرئيس تبون خرج عن صمته وتحدث عن حالة والده الصحية فحسب ما كشف موقع الروسية اليوم الذي تحدث معه فإن ابن تبون أكد لهم أن خبر وفاة والده لا أساس له من الصحة وأن والده في حالة مستقرة مضيفا أنه مثل هكذا إشاعة تزعي جوال تليق حيث أن والده عبد المجيد تبون حسبه يستجيب للخطة العلاجية بألمانيا وهو متفائل جدا بشأن صحة والده لينفي بهذه التصريحات خبر وفاته كليا خاصة وأن هذا الخبر انتشار بالأمس كالناري في الهاشيم تحديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي أغلب الصفحات دون تيقول منه مع العلم أن الرئيس تبون أصيب بالوباء منذ أكثر من شهر حيث لا يزال منذ ذلك اليوم يخدع للعلاج ولم يظهر لحد الآن رغم البيانات التطمينية حول استقرار حالته وإنهائه للبروتوكول العلاجي لهذا التساؤل تخز الشارع الجزائري مع مرور كل يوم جديد والرئيس غائب فيه عن الأنظر إذ لا يعرف لحد الآن أي شيء عن موعد عودته وظهوره وهو الذي أدى سوجته في مكانه الوجب الانتخابي في الاستفتاء الدستوري السابق كون حالته الصحية لم تسمع له بالحضور للحدث المسطر رغم أهميته في انتظار عودته للوطن وكيف سيكون أول ظهور له بعد كل هذا الغياب والجدى الذي خلفه غيابه فما رأيتم في ذلك؟ الوزر الأول السابق سلال الذي أدل بتصريحة عجيبة في قضية الوزر راحل بن حمادي على إتر الملف التقل الذي يتبعون فيه حيث قال السلال في محكمة سيد محمد بالجزائر العصمة أثناء كلمته الأخيرة أنا مرهق نفسيا وجسديا ولدي من حتى قاعد إذا أردتم أخذها فأخذوها وتبع الرجل الذي يتبع في عدد كبير من الملف فاستقل مخاطبا القاضي وصية الأخيرة لكم جميعا في حال وفاته وصيكم أنه عليكم بدفن خارج ثراب الجزائر لأني أخاف أن تقوموا بحجر قبر بعد وفاته حيث أبدى سلال انهياره وحسرته الكبيرة جرأ كل قضايا الفساد التي يتبع فيها خاصة وأنه كل مفوس حمل في انتقل إلا وكان هو وزمله الآخر أحمد ويحي على رأسه لهذا يمتنون باستمرار وبشكل دائم في المحاكم محبرا عن إرهاقه النفس والجسد من كثرة المحاكمات وكان الأخير يحكي بحرقات كبيرة داخل الجلسة فهو عليه الأعدد من الأحكام التقيلة نظرا لفساده ومشاركته في سنزة في الخزينة العمومية نظر تسيير الكاريت وتلاعب أموال الشعب كما تحدث تسلال عن أكبر مخوفه وأكثرها انشغالا في باله وهي خوفه من الموت داخل السجن حيث عبر أيضا عن كونه لا يريد الراحل من هذه الحياة وهو داخل سنزانته تحدث أيضا عن كيف انهارت صورته وتلتخذ سمعته محاولا استعتاف القاضي وطلبه بإنصافه ففي هذا الملف حكم على سلال بعشر سنوات نفس الأمر مع زامله أحمد ويحيى بتهمة من حمتيازات غير مبررة للوزير السابق ورجل أعمال موسى بن حمالي الذي وافته المانية قبل أشهر في حين أن أحمد ويحيى حاول الدفاع عن نفسه وتحدث كثيرا في أخير كلمة منحس له مدعيا أنه لم يرسكب أي تجاوز أو خرق ولم يسغل أي نفوذ ومارس مهامه في إطار قانوني متسائلا عن أسباب تحمله المسؤولية وحده دون أعداء المجلس الوطني للإستثمار والذي يضم 11 وزيرا مع العلم أن ويحيى وسلال هم أكثر دون أي سبب خصائر ضخمة للخزينة العمومية وحطام الرقم القياسي في عدد قضية الفسد التي يتبعون فيها فما رأيكم في الطلب الغارب من سلال القاضي لدفنه خارج الجزائر إن توفى في الحبس أحدث الأخبار المحلية لنهر اليوم الوزير السابق للبرد وتكنولوجيا الاتصال هو دائما فرعون تنفع العلم بلس وتحملهم قضية تقيلة في الجلسة وكيف ستدخل قضية الجنرال توفيق والترطاق وساعد بوتفلق والوزح النون مجددا بعد قبل مفاجئ للطهن وكيف كانت ردود الفعل البداية أولا مع الوزير السابق هو دائما فرعون التي ذكرت في العديد من الملفات تقيلة وبدأت رسميا في الابتدال على عدد منها سواء كمتهمة أو شاهدة وهي الممنوعة من السفر خارج الوطن حيث متلت هدى فرعون في شركة جي بي فارما بخصوص ترخيص متعلقة بنشاط والسيرة شركة حصل عليها بطريقة غير قانونية وتسببهم في خصائر فديحة للخزينة العمومية ففرعون متلت وقالت كلمتها حول الصفاقات المبرمة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية موبيليس والشركة كوندور إلكترونيك محملة مسؤولية تسيير الكاريت لشركة موبيليس وقالت منتقدة شركة موبيليس أن هذه الأخيرة كان يمكن أن تجنب الخصائر عن طريق اعتماد سبول تسيير سليم وإدار مصلحة شركة العمومية محملة المسؤولية الكملة لشركة موبيليس فكما هو معلوم المتهم الرئيس في هذا الملف وهو الوزير السابق الراحل موسى بن حمالي توفى لهذا أسقطت عنه كل تهم بسبب الوفاة في السجن ودلت القضية قائمة وكل المتهمون معه يحاكمون على الفساد الحاصل كما أن الجامع كان يحاول تملص من المسؤولية في المحكمة إذ أن كل الطرف يحمل المسؤولية للتاني في انتدار كيف ستكون أحكم القضاة على المتهمين في هذا الملف هذا وفي خبر منفصل لقد حدثت فعلاً المفاجأة المدوية التي تصنع الحدث حالياً على إترقب الغرفة الجنائية الثانية لدى المحكمة العليا الطعن بالنقد الذي تقدم به السعي البوتفلقة والوزح النون والجنيرالين تفق وترتق والمرفوع ضد الحكم الصادر عن مجلس الإسئناف لدى المحكمة العسكرية بالبوليدة لتعاد القضية والمحاكمة والمحاكمة من جديد تماماً حيث أصبحت كل سيناريوهات متوقعة قد تصدر أحكام أكبر أو أقل أو تظل كما هي وغيرها ومن الأرجح أن تبرمج القضية قريباً بعد إحالتها على مجلس الإسئناف العسكري بالبوليدة الذي تم تعينه من دات المحكمة بتشكيلة جديدة وكان مجلس الإسئناف العسكري بالبوليدة بالنحية العسكرية الأولى قد وقع في 28 أكتوبر من العام الماضي حكمه حضورياً بعقوبة 15 سجن نفذان على كل من السعي البوسفليق والجينيرال توفيق وترطاق والويزا حنون لكن كان خفيفة العقوبة بالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون من 15 سنة إلى 3 سنوات حبساً منها 9 أشهر نفذة عن تهمة جديدة فقط وهي عدم التبليغ عن جناية تأمر على سلطتي الدولة والجيش كما أذنت كل من خالد نزار واللطف نزار وفارد بن حمدين من أجل أفعل منسوبة إليهم عليهم غيابياً بعقوبة 20 سنة سجناً فالثلاثة توفيق وبوسفليق والترطاق كانوا حبسوا على إتر تحرك الجيش الوطني الشعبي بعد الكشف عن قيمهم باجتماع تأمر مشبوه من أجل إحداث إنقلاب كبير في البلاد وإدخال الجزائر في فوضى كبيرة كون النظام البوسفليقي كان على وشك الانهيار بسبب الحرك شعبي الذي حصرهم حينها وأخلط حساباتهم عندما كانوا يجهزون لمهزلة العهد الخامسة التي بعد إبطالها سقط أغلب رمز نظام بوسفليق وجر للسجون فما رأيكم في قبول الطعن؟ وهل تتوقع صدور أحكام كبيرة أو صغيرة أو كما هي؟ مع قبول الطعن بشكل مفاجئ للجميع؟ هذا وفي خلال أعطاف القاضي وطلبه بإنصافه ففي هذا الملف حكم على سلل بعشر سنوات نفس الأمر مع زميله أحمد أويحيا بتهمة منحة متيازات غير مبررة للوزير السابق ورجل أعمال موسى بن حديث